هذه الصورة تظهر جبل قاسيون القمة الأعلى في دمشق كنت بالتقاطها دون أن أعلم بأنها ستكون آخر صورة التقطها في سوريا يفضل لوتسيكل الصحفي الألماني الجلوس على كرسيه الخشبي الذي أهداه إياه أحد أصدقائه السوريين في دمشق أثناء زيارته الأخيرة يحن إلى كل مكان زاره في سوريا كلما فتح ملفات الصور التي التقطها أثناء إقامته الأولى قبل حوالي عشرين عاما غادر لوتس سوريا في السابع عشر من آذار عام 2011 دون أن يعلم بأن أطفال درعاء سيشعلون لهيب ثورة الحرية والكرامة فبعد كل هذا الدمار قرر لوتس مع زميلته لم يأقدر توثيق حضارة سوريا والتفاصيل رحلته إليها في كتاب وأمسيات تثقيفية تشرح غنى سوريا الثقافية والاجتماعية للمجتمعات الأوروبية اعتمدنا على أمرين الأول هو أنني زرت سوريا وعشت فيها والثاني هو أن لم يأمن أصول سورية فوالدها سوريان وأردنا من خلال هذا المشروع أن تظهر مدى غنى سوريا الثقافي والاجتماعي ولكي لا يتم نسيان ذلك قمنا بإعداد هذه السلسلة من الصور والوثائقيات في كتاب وتقارير مصورة يجوب لوتسيكل العديد من المدن الألمانية بكتابه وتقاريره المصورة والتي تحمل عنوان سوريا بلد بلا حرب ويوضح لمتابعيه بأن حضارة سوريا من أقدم الحضارات مؤكدا موقفه المعارض للنظام ويتمنى زيارة أخرى لسوريا بعد نيل شعبها حريته سوريا غنية بحضارتها وثقافتها ليس لوجود الأسد بل رغما عنه فحضارتها قديمة جدا وأتمنى أن أتمكن من زيارتها يوما ما بعد أن تنتهي هذه الحرب لأزور معارفي وأصدقاء هناك شخصيات من أصول سورية ساهمت في دعم مشروع لوتس ليعلم الرأي العام العالمي مدى غنى هذا البلد على الرغم من الصورة الموحشة التي يظهر بها في وسائل الإعلام زيارة لوتس إلى سوريا من جديد مرتبطة بحلم السوريين في الحرية التي سينتظرها مهما طال الزمن مكسيم العيسى أورينت نيوز برلين ترجمة نانسي قنقر